تعرف هذه الجبال والوديان خيوط الدم وتعرف أيضا أشلاء رفاقهم من قاتلوا في جبهات محافظة تعز وقتلوا بينما البعض الآخر تعرضوا للإصابات والجروح أكثر من 13 آلاف جريح في هذه المحافظة وحدها يعانون من آثار الإصابات التي تعرضوا لها في جبهات القتال فحكايتهم لا يمكن طمسها أو إخفاؤها فمن استخدموا بالأمس أجسادهم جدران منعة للدفاع عن الشرعية يجري الحديث اليوم عن تعرضهم للخيانة يمكن القول إن الآلاف من قاتلوا في صفوف المقاومة والجيش تعرضوا لإهمال السلطة التي عولوا عليها كثيرا إذ مرت أشهر على حالتهم ملقيين خارج دائرة الاهتمام أو تلقي العلاج أو حتى السؤال عن أحوالهم أما فكرة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة وترد الخدمات التي تقدمها المستشفيات في المحافظة فتلك سابقة لأوانها إبان الإنقلاب على شرعية النظام القائم أول من تقدم الصفوف معترضا على فكرة الإنقلاب كان شباب تعز في صدر من تصدى لهذه المحاولات لم يقف مجرد متفرجين تقدموا إلى جبهات القتال حاملين أسلحتهم في مواجهة الجماعة الإنقلابية فخاضوا جولات من القتال ليسقط الآلاف منهم قتلا وجرحا هذا هو حال جرحا محافظة تعز مع مسؤولية الحكومة الشرعية ليكون السؤال الذي يتطلب البحث والتدقيق في تفاصيله هو كيف تذهب هذه الشرعية إلى خيانة المدافعين عنها بل من حملوا أسلحتهم وشكلوا دروعا بشرية لها في الجبال والطرقات وقاتلوا في الجبهات ولم تتهشم فقط عظام أقدامهم أو أيديهم بل أحلامهم أيضا صارت عرضة للمجهول نموذج وحيد من جرح محافظة تعز يمكن أن يكون جراح الوطن المفتوح الذي بات الجميع مصابا به في ظل التجاهل القائم والإهمال ربما حتى أن هناك من ينتظرون من الجروح أن تقضي على أصحابها فالكثيرون هنا يرون أن فكرة مسؤولية الشرعية تتحدد من هذا الملف بالذات وبمدى جديتها خصوصا ليس بالأمر الجيد أن يجري الحديث الآن عن تجاهل الجرحة في لحظة ما يزال يواصل الآلاف من الجيش والمقاومة القتال في الجبهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر